تعالوا بقى نشوف أخبار ومستجدات النادي الأهلي في فروع مختلفة وصلت لفين ده اللي هنعرفه حالا من خلال زملتنا العزيزة مريم ساميح هي موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة مريم صباح الفل عليك تفضلي احنا سمعينك وصبح عليك يا كريم وصبح عليك يا نهوند وصبح على كل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة طبعا هيكون معنا فيها أهم الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى ولكن طبعا خلينا يعني على رأس هذه الأخبار نبدأ بالميران وأخبار فريقنا الأول لكرة القدم طبعا اللي بيستعد على قدم الوساق لمباراة الإياف في دور الـ 32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا واللي هتقام طبعا أمام الاتحاد المنستيري يوم السبت المقبل على أستاذ الأهلي والسلام في تمام الساعة السادسة يمكن في اللحظات اللي احنا يعني بنتكلم فيها دلوقتي لسه الميران مستمر واللي بدأ طبعا أو يعني تجمعه في تمام الساعة التساعة صباحا ولسه مستمر حتى الآن لأنه هو الحقيقة ميران قوي لأن ده بيستقنف الميران بعد حصولهم على راحة سلبية من الميران أمس طبعا الثلاثاء طبعا يمكن بعد التجمع في تمام الساعة التساعة صباحا بدأ الميران في تمرينات بدنية خفيفة داخل الجيم ثم بقى يعني بدأ الميران بشكل قوي جدا على ملعب مختار التتش يمكن أبرز مجاقة في الميران النهاردة يعني كمان بعد الانتهاء من التدريبات البنانية خفيفة في الجيم بدأوا الميران القوي في تمام الساعة العشرة صباحا يمكن الحقيقة بدأوا يعني عقب وصول كابتن سيد عبد الحفيظ كان فيه احتفال يمكن كده صغير قبل بدء الميران القوي طبعا في تمام الساعة العشرة صباحا ده طبعا بمناسبة حصوله على الدكتوراء الفخرية من جامعة دالفورد الأمريكية الخاصة يمكن طبعا بسبب مجاله الطويل في كرة القدم سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية الحقيقة أن يعني مستر مارسل كولر كان حريص جدا أنه هو يحتفل بكابتن سيد عبد الحفيظ مع بقية طبعا لعابي النادي الأهلي مستر مارسل كولر كمان يمكن كان لي تعليمات خاصة بشكل خاص مع محمد عبد المنعم ده طبعا بسبب الجول اللي أحرزه فيه مباراة الذهاب وأيضا مستر مارسل كولر يمكن كان لي يعني بعض التعليمات الفنية لمحمد عبد المنعم وعلى الجانب الآخر كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن كان لي برضو حديث خاص مع أحمد عبد القادر يمكن كان فيها تعليمات فنية بخصوص المباراة المقبلة وزي ما احنا عارفين يعني برسيتاو مش هيلحق أو بنسبة 90% مش هيلحق بمباراة الإياب ولكن لسه استمراره طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم في التمرينات يمكن هو لحق بالتمرينات بشكل أساسي أما بقى بالنسبة لعمار حمدي فيمكن هو لسه بيعني بيحصل له قياسات بدنية خلال هذه الفترة علشان يكون أو علشان يلحق خلال الفترة المقبلة أنه هو ينضم بناء على هذه القياسات البدنية أنه هو يكون موجود بشكل أساسي أو يشارك بشكل أساسي في التمرينات الأساسية كمان يمكن طبعا ننتقل بقى للأخبار الأخرى أو الرياضات الأخرى في النادي الأهلي يمكن أبرزها طبعا الفريق الأول لكرة السلة رجال طبعا أكيد تأهلوا لدور الثمانية من منافسات البطولة العربية الأندية للمقامة طبعا في دولة الكويت وطبعا أكيد طبعا يعني بعد فوزه على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76 في اللقاء طبعا اللي جمعهم فيه الدور الستاشر يمكن بداية المشوار أو كله أو استهل يعني فريق كرة السلة لأنه النادي الأهلي كان فريق الحقيقة يعني متوج بالفوز وبدأ أو استهل الفريق الأول لكرة السلة بالفوز على المناء اليمني بنتيجة 132-53 أيضا على غرفة القطري بنتيجة 158-59 وأيضا على أرياضي اللبناني بنتيجة 88-71 وكده طبعا يكون تصدر مجموعته الفريق الأول لكرة السلة رجال تصدر مجموعته في الدور الستاشر وتأهل الدور التمانية طبعا ده بعد فوزه المهم جدا مساء أمس على نادي أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76 طبعا النهاردة فيه مباراة هامة جدا فيه تمام الساعة الرابعة مساء طبعا ده فيه منافسات ربع النهائي من البطولة العربية للأندية أيضا بقى على هامش هذه البطولة يمكن الأستاذ طارق أنزيل رئيس البعثة لفريق كرة السلة بالبطولة العربية للأندية وأيضا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص جدا أنه هو يشارك فيه احتفالات ذكرى التسعة وأربعين لانتصارات طبعا 6 أكتوبر المجيدة ده طبعا اللي أقمتها أو الاحتفالات اللي أقمتها طبعا سفارة مصر في الكويت وكان حريص جدا طبعا أنه هو يمثل النازي الأهلي في هذه الاحتفالات بطبعا ذكرى 6 أكتوبر العظيمة طبعا يعني كان حاضر السفير أسامة شلتوت السفير المصري بالكويت والعميد أركان حرب محمد عبدالله رجب رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري وأيضا عزة لبيب عضو نازي الأهلي وأحد رواد الجالية المصرية بالكويت طبعا ده كان موجود في الاحتفال أيضا عدد كبير جدا من الشخصيات الهمة الموجودة في الكويت من السفراء والهيئات طبعا الدبلوماسية يمكن طبعا يعني كان احتفال هام جدا وكان الأستاذ طارق أنديل حريص أنه هو يكون موجود علشان يمثل نازي الأهلي في هذه الاحتفالات الهمة أيضا يعني خلينا بقى ننتقل يعني شباب سلة الأهلي أيضا كان ليهم فوز كبير جدا على نازي وادي دجلة في الدور التمهيدي من بطولة منطقة القاهرة كانت النتيجة طبعا انتهت 54-22 يعني يمكن فرق سكور كبير جدا ده طبعا كان في الدور التمهيدي زي ما احنا قلنا من بطولة منطقة القاهرة رجال يد الأهلي بقى يمكن بيستعدوا بشكل قوي جدا على قدم نصاق أيضا استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية أو سوبر جلوب يمكن خلاص أيام قليلة جدا بتفصلنا عن يعني انطلاق المباراة الأولى لرجال يد الأهلي طبعا أمام مدر السعودي يوم 18 أكتوبر وأمام بن فيكا البرتغالي هتقام المباراة الثانية في يعني يوم 20 أكتوبر طبعا خلينا بقى نختتم أخبارنا لرياضات الأخرى النهاردة الحقيقة أن في مباراة هامة جدا لسيدات سلة الأهلي طبعا في تمام الساعة الثمانة مساء يمكن المباراة الرسمية الأولى في بطولة منافسات دوري المرتبط هتقام في تمام الساعة الثمانة مساء على سالة الأهلي بمقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة ده طبعا بعدما كان في استعدادات قوية جدا خلال الفترة المضية ومعسكر مغلق لسيدات سلة الأهلي وإن شاء الله طبعا يحلفهم الحظ النهاردة في أولى المباراة الرسمية ليهم في تمام الساعة الثمانة مساء أمام نادي مدينة نصر طبعا دي كانت كل أخبارنا المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم نحن طبعا بنتمنى له التوفيق يوم السبت المقبل في مباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري وطبعا كل الأخبار المتعلقة برياضات الأخرى داخل النادي الأهلي جميل كالعادة تغطية وفية وكافية بنشكرك عليها جزيلا شكر زميرتنا العزيزة مريم سميح وطبعا أكيد كلنا دعوتنا يعني لم تنقطع إن شاء الله أن نشوف مطش حلو جدا يوم السبت الجاي بإذن الله في مطش الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري إن شاء الله إن شاء الله نعمل شغل حلو ونأكد على يعني شوية الإرهاصات اللي شفناها الفترة اللي فاتت واللي ديتنا إحساس بشيء من الطمأنينة فيما يتعلق بما هو وقادم